لو جيت سألت اي واحد بيفهم كرة قلت له ايه رأيك فقال يو ديانج هيقولك ده احسن لعب نص ملعب في قرة افريقيا تيمن ولو جيت سألت نفس الشخص ده طب ايه رأيك في مروان عطية هيقولك ده احسن لعب نص ملعب في مصر تيمن ولو جيت سألته بقى عن عمر السلية هيقولك انه مالك الكعوب والكرات الطولية والربونة ده جير بقى لو سألته عن امام عشور هيقولك ده المشط شط وأفضل لعب في مصر فتخيل بقى كل الأسماء اللي قلت لك عليها دي بيزحمهم وبيدخل معهم في الصورة لعب صغير في السن ومن ناشئين النادي الأهلي ولكنه قدر يقدم أوراق اعتماده من أول مشاركاته أحمد نبيل كوكا لعب عمره 22 سنة وبسم الله ما شاء الله قدر أنه هو يثبت نفسه من غير ما يخرج أعارة زي أغلب اللعيبة اللي بتخرج من قطاع الناشئين واللي في الغالب بيخرجوا للإعارة وبيرجعوا تاني لكن من الحاجات الندرة أنه كوكا أثبت جدرته ويدر أنه يدخل في التيم ومش بشكل مهمش ده راجل بيشارك بشكل أساسي وكمان بيفوز برجل المباراة ومارس الكولر بيلعبوا على حساب ماروان عطية وكمان في آخر 10 دقايق لما حاب يخرج ديفندر خرج أليو ديانج وبقى بيعتمد على كوكا لوحده كلعب ديفندر أحمد نبيل كوكا أهم مزاياه أنه هو لعب يمتلك قدم يسرى مميزة جدا بيجي دلو يمرر الكور بشكل أكتر من رائع وبشكل مطقن وأستاذ ورئيس قسم في الكور الطويلة وفي صناعة الفرص يعني على الرغم من كونه لعب ستة أو ديفندر مدافع إلا أنه بسم الله م شاء الله من اللعيبة الأوليلة جدا أن لم يكن الوحيد اللي بيقدر يكسر التكتل الدفاع للمنافس بتمريرات مميزة وده مش بس في مباراة الإسماعيلي فدف الشحات ولكن بيعملها بشكل متكرر وعلى سبيل المثال كان عمل برضو نفس التمرير السحرية لأليو ديانج في مباراة أمبي ده غير بقى أغلب التمريرات اللي ممكن تكون ما بتتحولش الأهداف لكنها برضو بتكسر الخطوط بشكل كبير كوكا كمان واحد من أكتر اللعيبة اللي عندها شراسة واللي بتعرف تضغط وتستخلص الكرة بشكل كويس جدا ومشاء الله حرفيا بيتحرك في كل حتة في الملعب وزي ما انت شايف في خريطة التحركات وفي مباراة الإسماعيلي تقريبا مفيش مكان في الملعب مجريش فيه ده غير كمان أنه من اللعيبة اللي بتعرف تتصرف بالكرة تحت ضغط مش مجرد أنه هو بيقف يدفع وخلاص أحمد نبيل كوكا من مزايا كمان أنه هو بيعرف يلعب في أكتر من مركز يعني ما شاء الله بيجيد أنه يلعب مدافع ودفندر وباك شمال وأساسا بدايته مع موسيماني كان بيعتمد عليه في مركز الباك الشمال ولعبه ست مطشاط بديل لعلي معلول ويمكن اللعب الوحيد اللي عنده أنه هو أوقات بيفقد تركيزه داخل الملعب يعني ممكن مرة واحدة كده تلاقيه عمل كم تمرير غلط وتحس أنه هنج فمحتاج بس أنه هو يشتغل على النقطة دي بأنه هو يبقى مركز طول المباراة لأنه ما شاء الله لعيب عنده شخصية ولعيب جريء ويحسب له جدا أنه قدر يتواجد ويفرد نفسه على الأهلي ومؤخرا على منتخب مصر فهو الحقيقة واحد من أكتر اللعيبة اللي تستحق الاحترام والتأدير آخر حاجة عايز أعرف رأيك في كوكا وعايزك كمان تقولي في وسط الزحمة اللي موجودة والأسماية التقيلة اللي في نص ملعب الأهلي مين السلاسي اللي بتشوفه الأفضل واللي يستحق أنه هو يبقى أساسي وما تنساش كمان تعمل لايك وشير وفروع على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب واشوفك في فيديو جديد